السلام عليكم سماحة الوارد يقول السائل من أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة فهل يكفره أي أحد أم أن هذا خاص بالعلماء وأهل العلم إذا كان جاهلاً ولا يعرف أمور الدين هذا يبين له وقف يوضح له فإنه صر بعد العلم والبيان فإنه يحكم بردة ولكن يتولى هذا أهل العلم راسخين في العلم كل واحد يتولى التكفير والحكم بالردة لنأكل واحد يتولى هذا نعم